مرحبا جميع يوم ما دم لكم دارس كتير كتير قصي رح نحكي فيه عن كيف ممكن قول شخص hello كيف ممكن نقول goodbye ولكن مع عبارات يستعملوها كتير الناطئين الأصليين هلأ اللي بيخص السلام لما منسلم على شخص أوقات بيكفي إننا نزيد كلمة أو نزيل كلمة لنحكي مثل الناطئ الأصلي مثلا ممكن نقول hello طبعا hello 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 ولكن بما كان hello سيدة ممكن نقول hello there hello there فكل اللي عملتوا ضفت كلمة there اللي بتعني هناك hello there ما تغير المعنى ولكني حكيت مثل الناطئ الأصلي hello there hello there ممكن أيضا بمكان hello قول hi أو hey hi there hey there أوكي hi there وهي there كمان يعني أقل رسمية عن hello وخاصة hey كتير كتير ربيضية أوكي hello there hi there hey there هون من أكتر رسمية إلى أقل رسمية أوكي أوقات بيكفي إن نئيم كلمة مثلا من good morning good afternoon good evening لما بكون عم سلم على أشخاص بعرفة ممكن فقط قول morning فبقيم كلمة good morning بدخل إلى المكتب morning وإذا في أكتر من شخص رحقل لهم morning everyone morning everyone afternoon everyone evening everyone أوقات ممكن بكل بساطة أقول إني سعيدة برؤية شخص فرح أقول good to see you hey good to see you good to see you good to see you ممكن طبعا نقول buy أو ممكن أيضا نقول see you later كلكم تعرفوها أكيد كلكم تستعملوها see you later ولكن هل سمعتوا هذه العبارة هذه بما كان see you later catch you later catch you later catch you later catch ممكن أيضا نقول take care خد بالك take care take care أو ممكن نقول أنه لازم نمشي فممكن نقول I've got to run I've got to run I've got to run I've got to run أو أيضا ممكن نختصرها كمان أكتر ونقولها بشكل سريع كمان أكتر ممكن نقول gotta run gotta run أوكي gotta run وممكن أيضا نقول أنه أيضا هون مثلا نودعون ممكن نقول أننا سعدنا برؤيتهم فممكن نقول great to see you great to see you great to see you great to see you وإذا كنا مثلا توقفنا لنتحدث شوي مع الشخص لندردش شوي مع الشخص ممكن أيضا نقول له أنه سعدت بالدردش معك فممكن نقول lovely chatting with you lovely chatting with you وطبعا كل هذه العبارات ممكن نستعملها سوا فممكن نقول I've got to run see you later take care فممكن نستعملون سوا أو ممكن نقول lovely chatting to you take care فمش ضروري أنه الواحد يستعمل فقط عبارة واحدة منهم حسنا نقول فتداي هذا كل شيء لليوم أتمنى أنكم نكونوا قصفتوا من الدرس بالحلقة القادمة سأعطيكم التكملة وسأحكيكم عن خمس طرق مختلفة لنسأل شخص كيف حالك ونرد على السؤال بشوفكم بالحلقة القادمة وإذا بعد ما شاركتوا بالقناة تشتركوا شغلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد وعملوا لايك لصفحة على فيسبوك وبشوفكم عن كثير قريب باي